اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين اهتمامها بابناء الوطن ودعمهم لتحقيق الانجازات والتمييز على كافة الصعود لافتا سموه الى ان ما تحقق لمملكة البحرين من مجزات بارزة في خدمة القرآن الكريم والاهتمام بحفظته يأتي بفضل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتطوير كل ما مشان خدمة القرآن الكريم وترسيخ العقيدة الاسلامية وانشر تعاليم الدين الحنيف وقيمه القائمة على الاعتدال والوسطية بين افراد المجتمع مشيرا سموه الى ان المقبلين على كتاب الله حفظا وتلاوة وتجويدا وتفسيرا هم مصدر فخر واعتزاز للوطن جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعددا من اصحاب السعادة من كبار المسؤولين عددا من ابناء البحرين الفائزين في مسابقات القرآن الكريم خارج المملكة حيث هنأهم سموه بما بلغوه من مراكز متقدمة نتاج جهدهم المخلص والدعوب متمنيا لهم دوام العلو والرفع في هذا المجال معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز لتمثيلهم البحرين خير تمثيل في مسابقات القرآن الكريم المختلفة مشيرا إلى أن التنافس في حفظ كتاب الله وتجويده وحسن الأداء في تلاوته وتفسيره هو التنافس الذي يفخر الجميع به لا سيما إذ اقترن بتحقيق المراكز الأولى والتي هي سمة عهدناها في أبناء البحرين وسيستمر العمل على تعزيزها في كل جانب ونوه سموه بدور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تأهيل وعداد المتسابقين للمشاركة في المحافل القرآنية على مستوى إقليمي ودولي معربا في الوقت ذاته عن شكره لأولياء أمور الفائزين وذويهم على دعمهم الذي كان حصاده فوز أبنائهم بالمراكز المتقدمة المشرفة في أعظم المسابقات وأعلاها مكانة في قلوب الجميع من جانبهم أعرب الفائزون في مسابقات القرآن الكريم عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يديه من متابعة واهتمام بحفظة القرآن الكريم وتشجيعه المستمر لهم في ظل ما يحظون به من رعاية ملكية سامية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر